اشتركوا في القناة في اول مواجهاته في مونديا لكأس العالم 2022 امام منتخب الارجنتين بعد ان سايقه بهدفين مقابل هدف واحد ليحصد المنتخب السعودي اول ثلاث نقاط له في المجموعة ويتصدرها مؤقتا وكان المنتخب الارجنتيني هو البادئ بالتسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها الاسطورة ليونيل ميسي على يمين حارس المرمى محمد العويس وذلك في الدقيقة العاشرة لتستمر النتيجة كما هي حتى نهاية الشوت الاول وجاء هدف الاخضر السعودي من امضاء اللاعبين صالح الشهر بعد ثلاث دقائق من بداية الشوت الثاني بالضبط في الدقيقة الثامنة والاربعون فيما عزز النتيجة سالم الدوسري بهدف ولا ارواع في الدقيقة الثالثة والخمسون بقذيفة من قدمه اليمنى اعجزت حارس المنتخب الارجنتيني عن التصدي لها